اصبح منزل عائلة مشهور غازي في منطقة جبل الرأس شرق قرية امصف الواقعة شمال مدينة رامالله ركاما فلم يعد المنزل موجودا في هذه الصورة بقرار جائر من سلطات الاحتلال استهداف واضح ومتواصل للمواطنين وبيوتهم تحت ذرائع وحجج واهية هذا ليس بجديد على الاحتلال يعني احنا هاي الارض عملنا على استصلاحها ومعانا فيها طاب ومطوبينها وقمنا كما تشهديا بعمل منزل من حوالي ثلاث سنين وتم تبليغنا من كوات الاحتلال من ساني تقريبا وعملين احنا بنشتر على استصلاح الارض يعني زي ما بتشوفي يعني احنا هنا بنطلع بنستجم وعملين منزل وكونوا معانا طابو فاتفاجأنا من كوات الاحتلال كبل ساني انهم جايبين للتبليغ انه هاي مناطق سيء وممنوع انه تشتغلوا فيها وبيتجوا مترجعوا الارض كما كانت فاتفاجأنا انهم طالعين وبيهدوا في الكوخ بدون يعني ما يكون معانا معلومات وتواصلنا مع المحامي وكلنا يعني لسه مش واصل عندي قرار ويعني هذا الاشي يعني اتفاجأ حتى المحامي فيه الهدم والتجريف والتدمير في سطح الارض وجوفها لم يكتفي الاحتلال بذلك بل هدم ايضا منزلا قيد الانشاء تبلغ مساحته مئتي متر مربع ويعود للمواطن خالد قرعان ودمر طرقا زراعية بالمنطقة المشهد بوصف نفسه في عنا مواطن هنا قام بعملية استصلاح عرض له وتم ابلاغه من قبل قوات الاحتلال قبل فترة بخصوص ابراز وثائق تخص الكطعة والموضوع شغال مع المحكمة بتوقع زي ما فهمت المواطن الا انه اليوم اتفاجأنا بمجيء قوات الاحتلال وقاموا بهدم المنزل الخاص به في الكطعة كطعة الارض الخاص به الاحتلال الذي يصعد من سياسة الهدم في عدة مناطق في الضفة يهدف الى تضييق الخناق على المواطنين لاجبارهم على الرحيل وتطبيق سياسة العقاب الجماعي بحقهم قتل الحلم قبل ان يكتمل هذا هو الاحتلال وهذه هي سياساته العدوانية المستمرة بحق ابناء شعبنا وممتلكاتهم في محاولة لتهجيرهم قصرا من ارضهم مريم الطريفي تلفزيون فلسطين